مملكة البحرين مملكة البحرين مملكة البحرين مملكة البحرين مملكة البحرين وفرنسا نحن فخورون بهذه المناسبة التي تعزز العلاقات بين البلدين وفي الحقيقة هذه المرة الأولى التي أستقل سفينة فرنسية منذ قدومي إلى مملكة البحرين في العام 2019 ونحن دائما نتطلع إلى تعزز التعاون في المستقبل من خلال التواجد الفرنسي في المنطقة بوجه عام الفرقاطة الفرنسية ساركوف ستتواجد في منطقة الخليج لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وخلال هذه الفترة سوف تتعاون على القوات البحرية البحرينية والقوات الأمريكية والقوات البحرية التابعة لدول أوروبية والقوات الأخرى بهدف تعزيز سلامة الأمن البحري في المنطقة وتأمين الملاحة عبر الدوليات وفق القانون الدولي ومن أجل تأمين الحركة التجارية لقد وصلنا إلى مملكة البحرين على متن ساركوف ونحن سعداء بالاحتفال بمرور خمسين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وفرنسا ولدينا مهمة رسمية في الخليج العربي ونتطلع إلى بذل المزيد من الجهود ضمن مهمة إيماسو للمشاركة في البعثة الأوروبية للتوعية البحرية بقيادة أوروبا في مضيق هرمس تشارك الفرقاطة الفرنسية في مهمة من ضمن مجموعة من مهام خاصة بالاتحاد الأوروبي تتعلق بتعزيز الأمن البحري في المنطقة وتأمين الحياة البيئية البحرية وكذلك الممرات المائية البحرية في منطقة الخليج العربي مشاركة الفرقاطة الفرنسية سوركوف في احتفال مرور خمسين عاما على العلاقات الدبلوماسية البحرينية والفرنسية تؤكد على متانة العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعادة ومنها العسكرية خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر